أحياناً بيجيك شعور بدك تصور فيديو احترافي لكن ما عندك فكرة لهذا الفيديو بتعصب بتجن وما بتلاقي فكرة لهيك بهاي الحلقة بدي إلهمك وعلمك كيف تجيب أفكار مميزة لتصوير الفيديوهات إذا مهتم كيف تستلهم هاي الأفكار تعبع الحلقة مرحبا يسعدوا تكون المحمود الجبلي موري الكاميرا زوجتي رامطحان حصلنا على أفلام عمنا نحاول فيتكون بهاي المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة هاي الحلقات اللي اعطيجي ضمن سلسل السينماتيك ويلاعطيب انتاجها من قبل فريق وميرا فريق وميرا فريق فني مقدم لكم خدمة صناعة الفيديو واللعنان التجاري وكل ما يتعلق بالانتاج المرئي من الألف للياء أصدقائي اذا عبتعجبكم هاي الحلقات تتنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى تضلوا على الطلاع الآخر معلومات في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة ايضا لا تنسى تحط لايك وتترك تعليقه حتى نعرف انه عبتصلك الفائدة اما موضوع حلقتنا اليوم يا أصدقائي هو شوية الهامات مع شوية أفكار مميزة مع شوية طرق مع شوية تعليمات ونصائح لحتى تعمل أفكار مميزة لفيديوهاتك بطريقة احترافية وبتكنيك عالي بعيدا انه انت تقعد تعصب وتجن وما تلاقي هاي الأفكار وبعدين تسوي اي فيديو بتشوفه قدامك هاي النصائح اذا طبقتها راح تعمل فيديوهات بتكنيك عالي وجميل وطبعا يا صديقي ما بدي تذكرك انه نحن حكينا بكتير بهاي القناة بالدروس في تصوير الفيديو ان كان بالموبايل ان كان بالكاميرا الفيديو السينمائي العادي سياحي بـ فلوك الحياة اليومية بتلاقي ياتيها بهي القناة اللي هي مرجع للك في عالم صناعة الأفلام وعالم صوت وصورة وصناعة المحتوى موضوع حلقتنا اليوم هو بشمل كل مصورين الفيديو ان كان مصور سياحي او مصور فلوك او مصور فيديو كليبات او او الاخره عنت على باله إنه يصور فيديو لكن ما عنده الفكرة فهي الحلقة بتشعله الشغف يلي يجوب تستلهمه وبتدله كيف يصور فيديوهات احترافية بدكنيك عالي دون وجود سيناريو وهذا الشي دوماً بيصير بأوقات الفراغ أو في حال عندك عطلة أو حابة بتصور لكن أيضاً ما بدك تعمل جهد عقلي كبير بس بدك تطالع الجمال وطالع تكنيكات التصوير رح نبدأ أصدقائي بالتكنيك الأول التكنيك الأول أنا بسميه إنه عكس مشاعرك بالفيديو وهو تحكي مشاعرك من خلال الصورة في حال أنت هلأ قررت إنه تعمل فيديو شو مشاعرك الحالية؟ هل هي مشاعر حزينة؟ هل هي مشاعر سعيدة؟ هل هي مشاعر مختلطة؟ فطالع مشاعرك وحطها بهذا الفيديو شو بتشوف قدامك بتزوبك وبتزوب مشاعرك؟ صوره شو عبتحس؟ صور أشياء سعيدة ومبهجة وألوان حلوة بالحزن روح على البحر وعلى القمر وعلى الأماكن المظلمة وصور أشياء حزينة بعدين الوقت بتجي على المونتاج بتبلش تعكس مشاعرك وأحاسيسك من خلال الموسيقى والمونتاج وهيك بتعمل فيديو بيعكس مشاعرك ودوما يا أصدقائي استخدم قلبك اللي بيدلك على الأماكن اللي بتلاقيها قريبة من شغفك قريبة من خيالك قريبة من الشيء اللي بتفكر فيه ودوما خلي قلبك يدلك على الجمال ويدلك على الأشياء اللي بدك تصوره والتكنيكات اللي بدك تتبعه وأيضا في كتير أشخاص بيحبوا مثلا يصوروا تصوير خارجي لكن ما عندهم فكرة ليطلعوا يصوروا هذا التصوير فبكل بساطة فيك تفتح اليوتيوب وتشوف فيديوهات لناس عملوا فيديوهات بتصوير الخارجي بأماكن سياحية بأماكن معروفة بمدن بقرى بكتير أماكن وحاول تستفيد وتستلهم من هاي الأفكار وبعدين تنزل على منطقتك اللي بدك تصور فيها واطلق العنان يا صديقي وبلش تسجل كل شي بتشوفه قدامك واستخدم التكنيكات اللي بتعرفها وبعدين إلعب لعبتك بالمونتاج بينما التكنيك التاني واللي فيك تتبعه لحتى تصور فيديوهات مميزة وهي تراقب الشارع بالحركة البطيئة إذا بتنزل على مكان مزدحن بمدينتك أو مدينة قريبة أو مكان قريب أماكن تحرق القطارات أماكن الأوتوبوس محطات الترامات المطارات كل هاي الأماكن اللي بصير فيها ازدحام فيك تراقب هاي الأماكن تراقب هاي الناس تراقب هاي الحركة وتعمل فيديوهات بالحركة البطيئة الوجوه الحركات الانفعالات الحركة بلقطات واسعة لقطات قريبة وهون رح يطلع عندك فيديو مميز وبينقل حركة الشارع ومشاعر الناس تكنيك الثالث هو تركز على الأجزاء البسيطة وتركز عليها بحياتنا اليومية مثلا عندك قطة ممكن تراقب حركتها خلال اليوم ممكن تفاصيل الجلي تفاصيل الطبخ ألعاب ابنك ألعاب أخوك هاي التفاصيل الدقيقة والجزيئات البسيطة فيك تركز عليها تعمل فيديو رهيب منها راقبها تستحق أنه تحط عليها ثمامك لأنه ما كتير ناس بتدقق على هاي التفاصيل ممكن تعمل شي غريب وجميل من خلال هاي التفاصيل ومن خلال انعكاز خيالك عليها مثلا تخيل الصحن هو عبينجلة ممكن تفكروا بالحكي هو شيء بسيط لكن وبتنحط كثريمب سينمائي بتبلش تعمل تكنيك معين بالكاميرا فحيطلع شي جميل وساحر وغريب بتذكر أنه أنا شفت فيلم هو بيطابع كوميدي معمول من قبل شباب أصدقائنا بنعرفهم عن والدتون كيف عبتعمل المكدوس والمكدوس هو عبارة عن باتنجان محشي بالفلافة ومحشي بالجوز هو شغلة بيعملوها للمونة لحتى يفطروها وطبعا هني موجودين بسوريا بأحد القرى السورية فقرروا انه يعملوا فيديو بشكل فكاهي انه كيف والدتون عبتعمل المكدوس طلع الفيديو رهيب جدا فيك انت تستفيد من هاي القصة لحتى تركز على أجزاء بحياتك اليومية ليطلع عندك أفكار رهيبة ومميزة تكنيك النصوص الشعرية وهذا موجود هذا التكنيك عنده المصممين يلي منتشرين على السوشال ميديا وخاصة يلي بيعملوا كتابات على الفيديوهات تخيل انه انت تعمل الفيديو نفسه بحيث انه تاخد بيت شعر تفكر فيه وتنزل تصور شي بناسبه فتنطلق من نصوص شعرية ومن كتابات لحتى تصور الشي اللي بدك ياه وبعدين بالمونتاج بتحط هاي الفيديوهات وبتحط هاي النصوص بتطلع عندك فيديو مميز تكنيك الرحلات والمشاوير فيك بأي رحلة بأي مشوار إن كان مطعم إن كان طلعت نادي أي طلعة اللي بدك ياه فيك تحولها لفيديو سينمائي جميل فيديو تحط فيه إبداعك تحط فيه تكنيكك ركز دوما على الحركة على الأشياء اللي ما منشوفها نحن وما نركز عليها تخيل انت ورحت على النادي هاي الأوزان اللي عب تطلع وقت انت بجر أي شي هاي ما حدا بشوفها بالحياة اليومية وما حدا بدقق عليها وقت انت بدقق عليها بالكاميرا فعلا بتورجي شيء ما ممكن الإنسان يركز عليه وبتركز عليه أنت ومنشوفه خلال عدستك أشياء ما كنا عم نشوفها غبار موجود بمكان ما عنكبوت موجود بزاوية ما قطرات ندى في مكان ما هاي الأشياء ركز عليها بتعطيك إلهام بشكل كبير أيضا تكنيك الموسيقى فيك تنطلق من موسيقى وتطبق عليها فيديوهات أو تنطلق من أنشودة أو أغنية معينة وتطبق عليها فيديوهات وتعمل أنت اللغة الصورية تبعها من خلال تصوير فيديو كليب أو تصوير فيديو صوري يناسب هاي الكلمات أو يناسب هاي الموسيقى وبقصد الموسيقى مثلا الموسيقى أكشن ممكن تنزل تعمل حركات أكشن بالكاميرا وتصور فيديوهات بالشارع بأماكن معينة أو تنطلق من أنشودة معينة عبتحكي عن الطبيعة عبتحكي عن السماء عبتحكي عن شهر رمضان عبتحكي عن أي شيء معين وتعمل فيديوهات خاصة لهين أنشودة تكنيك المهن وهون يا أصدقائي فيك تعمل فيديوهات بشكل جميل جدا وعدد لا يحصى منها من الأفكار الإبداعية والبقص والتكنيك المهن هو تروح تصور أصحاب المهن اليدوية بكل مدينة إن كانت حديثة أو إن كانت قديمة في عنا أصحاب مهن يدوية موجودين بمكان معين بصنعوا زجاج بصنعوا حديد بصنعوا شيء معين روح لعندهم وصورهم وكيف عاب يصنعوا هاي الأشياء بطريقة يدوية وجميلة وأبداعية طبعا أصدقائي جميع التكنيكات الحكيتة ويلي بدي أستكملها بعد شوي هي من نتيجة تراكم خبراتنا ونتيجة بحثنا وتخصيصها لهي الحلقة يعني ما في شيء منسوخ يعني كل شيء عبن حكى هو من تراكم الخبرات ومخصص خصيصا لك وبشكل حصري تكنيك الموديلز أصدقائي فيك تجيب صديقك فيك تجيب صديقتك وتصور موديلز تروحوا على مكان معين بحر، نهر، مول بدك يا فيك تصور اندماج هذا الشخص مع المحيط ومع البيئة وتصوروا بتكنيكات صورية وفيديوهية جميلة أصحاب السيارات يلي يحبوا السيارات فيكم تصوروا فيديوهات للسيارات تفاصيلها من جوا من برة حركتها على الشارع بالليل، المساء، بالنهار وشو الصبح هاي الفيديوهات بتطلع جميلة وإذا كنتوا بتحبوا السيارات فيكم تعملوا فيديو مميز جدا وهلأ جينا على الأشخاص السوبر محترفين فيكم تنطلقوا من بيئة مظلمة وتعملوا تكنيكات بالإضاءة وتتورجوا الناس قديشكن انتم محترفين بالرسم بالإضاءة وتعملوا لغة بصرية جميلة إبداعية ممكن لأي حدا يعرفها ويعملها تعملوا تكوين بصري وتنطلقوا منه تجيبوا مدل أو تجيبوا أشياء وتصوروها بتكنيكات إضاءة معينة وتطلعوا فيديوهات جميلة مع موسيقى مناسبة أيضا حيار روتينية للفرد الواحد فيكم تعملوا من خلاله فيديو مميز في أصدقاء في أخوي في أهل تنطلقوا من فرد عنده جمال لدام الكاميرا والكاميرا بتحبه وتشوفوا حياته اليومية لهذا الفرد وتعملوا فيديوهات عنه جميلة ومميزة من هذه التكنيكات فيك تنطلق منه وتستنهم أفكار لحتى تعمل فيديوهات مميزة جميلة بتكنيك عالي في حال حابب تعمل فيديو وما في أفكار برأسك فنكون عمفيدكم بحلقات أصدقائي اللعب تيجي ضمن سلسل السينماتيك اللعب تيجي من قبل فريق وميرا فريق وميرا فريق فاني بقدم لكم خدمات صناعة الفيديو والعناد التجاري كل ما يتعلق بالإنتاج المرئي من العليف الياء أصدقائي إذا عم تشجبكم هذه الحلقات تتنسوا الاشتراك في القناة تفعيز الجرس لحتى تضلوا على الطلاع الآخر معلومات في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة أيضا يا أصدقائي لايك والتعليق بخلونا نعرف أنه أنت عبتصى لك الفائدة لا تنساهم أبدا إذا عندك أي سؤال تركه بالتعليقات أنا محمود الجبني مورا الكاميرا زوجتي رامة طحان نحصلنا أفلام عم نحاول فيدكم بها المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة بحييكم وقولكم السلام عليكم